وتعلمت أن أقول الحمد لله على كل شيء تعلمت أن الحياة قد تنتهي في أي لحظة ونحن وافلون وتعلمت أن أعمل الخير ولا أنتظر بعده أي مقابل لكي لا أصدم تعلمت أن الكلمة الطيبة والنفس المطمئنة هي رأس مال الطيب على هذه الدنيا تعلمت أن أغلى إنسان في هذه الدنيا هو ذاك الذي يحيطه الأمن والصحة من كل جانب وتعلمت أيضا أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان وإن غرس وسقى ولو غسل الثوم بماء الورد لا تذهب رائحة وتعلمت أن العمر ينتهي والشواغل لا تنتهي وتعلمت أن بغدر إصغائك للناس يرخي الناس لك أسماعهم وتعلمت أن الناس متفاوتون في نواياهم وليس كل نية حسنة تصنع عملا صالحا فكم من مصلح سعى في الخير ولكن أخطأ الطريق تعلمت أن كثيرا مما تعلمناه في المدرسة شيء وفاجأنا الواقع بشيء آخر وتعلمت أن معظم الناس يسألون عنك ويتصلون بك إذا ثمت مصلحة تربقهم بك وحين يتحصلون عليها يتنكبون لك تعلمت أن السفر يخرج لك معادل النفوس وتعلمت أن المرأ يشتري بسمعه أكثر مما يبيع بلسانه تعلمت أن أرى وأسمع من أهوال الناس وأحوالهم وأردد الحمد لله على كل حد